اهلا بكم فيديو جديد منصة دوكو ديمو للربح من الاستثمار على الانترنت. المنصة دي طلبت مني في الكومنتيات لما بحثت عليها لقيت ان هي منصة عالمية لان هي مش في مصر بس لا ده في كل الدول العربية تقريبا وحتى في الدول الاوروبية المنصة منتشرة وبقوة فاحنا هنتكلم عن المنصة هل المنصة شغالة والدينة تمام هتكمل هتستمر الدينة دي وتشتغل عليها ولا لا? ولكن قبل ما ندخل يا صاحبي في التفاصيل ديات مهمة جدا ان انت تنزل تصلي عليها من الكومنتات لايك تشترك تفاعل جرس النبيهات نسبة كبيرة جدا من اللي بتفرجوا على الفيديوهات مش مشتركين في القناة فمهم جدا ان انت تساعدنا ان احنا نقلل النسبة دي. دلوقتي تعالى نروح نشوف المنصة اللي معانا. قبل اي حاجة اتفرج على الفيديو للنهاية وبعد كده قرر تشتغل ولا لا زي ما هو قدامك كده دي المنصة او دي وجهة المنصة بتاعتنا تمام? عندك مستويات او عندك حاجات بتشترك فيها او بتدفع فيها فلوس. تمام? وكل حاجة منهم لها نسبة مقوية او نسبة ربح. زي ما هو قدامك اول حاجة بيقولك حد الدخول ده اللي هو واحد دولار بعد كده حد الدخول اللي هي ربعمية تسعة وتسعين دولار واللي بعد كده الف تسعمية تسعة وتسعين دولار اربعة تلاف تسعمية تسعة وتسعين. طبعا الارقام بعد كده بتزيد. والنسب المقوية بتزيد المهمات بتاعتك اللي انت بتعملها في اليوم بتزيد. طبعا المفروض ان انت بس بتدخل تشتري حاجات. يعني كل حاجات كده في الموقع انت لو بتشتري ولا تبيع بتعمل اي حاجة اصلا يا صديقي. لما تنزل لتحت شوية او لما تدخل على مكافئة الترويج هو طبعا شرح لك الموضوع بيكون ازاي انت بتكسب ازاي من دعوة الاصدقاء عندك اللي في الاول او اول جيل تمام بتاخد منه ستاشر في المية ده الناس انت دعيها الجيل التاني بتاخد منه تمانية في المية والجيل التالت اربعة في المية نسب مقوية كبيرة جدا طبعا لما حد بيشترك من خلالك انت بتاخد النسب دي منه. طبعا بعد ما يحط فلوس لانه انت لو حد دخل من خلالك وما حطش فلوس فهم ملوش اي قيمة عند الموقع. فمهم جدا طبعا ان هو يحط فلوس يا صديقي. طبعا بعد كده انت لو قدرت ان انت تجمع اكتر من عشرين واحد تقدر ان انت تطلب تبقى وكيل. طبعا مش هقول لك سهل ولكن بالنسبة للناس اللي عندها قنوات على يوتيوب فده سهل جدا ان هما يجمعوه يا صديقي. وطبعا الارباح او الاركام اللي هي مكتوبة قصاد كل واحد او كل تحت كده كده لك لما تجمع عشرين تاخد مية تسعة وتسعين دولار. لما تجمع مية تاخد الف تسعمية تسعة وتسعين طبعا ارقام بتزيد بقى والدنيا تمام والفلوس شغالة. بعد كده عندك مكافأة تانية حجم فريق الوكيل. الفريق بتاعك بيزيد كل ما ارباحك برضو بتزيد. يعني خينا اقول لك ان الناس اللي بتعمل ترويج للمنتجات ديت او الموقع ديت. هو بيكسب اكتر من ان انت تدخل بس من خلاله وتعمل اداع وتنضم للفرق بتاعه. هو بيكسب من الحاجات ديت مكاسب كبيرة جدا. طبعا زي ما هو قدمك كده تقييم الموقع واحد. عم الموقع بقاله تسعتاشر سنة. واحد. تعال نكمل ونشوف موضوع تسعتاشر دوت. زي ما هو قدمك. دي الحاجات السلبية في الموقع. لو نزلت التحت شوية ده موقع فحص المواقع يعني بتاعنا تمام? الموقع واحد تقييمات عالية. طبعا نعدي الكلام ده. لو نزلت التحت شوية هتلاحز معي بيقولك الموقع بقاله تسعتاشر سنة. ده رقم كبير جدا في السوشيال ميديا. الموقع لو من تسعتاشر سنة. سؤال بديحي خالص وبحب اسأله في كل سؤال او في كل حلقة وكل فيديو عن موقع زي كده. الموقع لو من تسعتاشر سنة. هو ليه? مش موجود له فيديو على يوتيوب من تسعتاشر سنة. يعني اليوتيوب لسه موصلش اصلا صح? حاجة بالعقل كده. طيب يوتيوب طلع والدنيا ظهرت وبنسبة للتبحث. مرضو ليه? مش موجود له فيديوهات من سنتين تلاتة. مثلا يعني. المنصة يا صديقي كل الحاجات اللي انا قلتها لك دي تقول لك ان المنصة منصة نصابة. طب بتدفع فلوس والدنيا تمام. انا عارف انها بتدفع. انا النصب بالنسبالي مش ان هو بيدفع. لأ النصب بالنسبالي ان هو يكمل يعني ان انت كملت انت كان تمام تمام. ولكن مفيش استمرارية بعيدا عن المشاكل اللي ممكن تواجهك بعد كده في حوار ان انت تدفع والفلوس ما توصل. يعني بعيدا عن القصص دي كلها دنيا تمام وشغلة وبتدفع وبتسحب وكل تمام. المنصة مش هتستمر. ودي النقطة اللي بتواجهني او المشكلة اللي بتواجهني في كل الموقع دي. فالموقع ببساطة عبارة عن نصبايا. موقع هيقفل في القريب الاجل او العاجل البعيد او القريب. الموقع هيقفل يا صديقي. انا الموقع بيدفع وانا ساحب وانا انا عارف ان الموقع بيدفع وبتسحب وديني تعمل. ولكن انا بتكلم ان في في يوم من الايام كده حد هيدخل عندي. تمام? هشوف الفيديو ده. هتكرر ان هون ما يشتغلش. ليه? لان في حد جديد هيدخل من خلال اي حد من الناس اللي عامل فيديوهاته بيقول لك ادخل واشترك في القناة تمام او اشترك في الموقع ويدخل ويحط فلوس. بعد ما يحط فلوس الموقع هيقفل. ايه اللي هيحصل? صاحب القناة بتاعته اليوتيوب هم مستفاد من الاشتراكات او الحد المروج للموضوع ده وقت هم مستفاد. كذلك الناس اللي شغلة من زمان هي مستفادة. ولكن الناس الجديدة هي ديت اللي بتروح في الرجلين. وبيكون يعني خسرتهم كبيرة جدا. فانا بقول لك بلاش لو انت بتفكر تدخل على المنصة زاد ان هي تصويق حرمي لانه مفيش اي منتج هو بيشتغل فيه كله وهم في وهم. فالموضوع حيكون حرام طبعا وكذلك ربع لان النسبة متحددة. بس كده يا صاحبي ده فيديو عن المنصة اللي طلبت مني في الكومنتات انا قلت لك رأي فيها بصراحة انت عايز تشتغل الموضوع يرجع لك ولكن انا ما انصحكش ان انت تشتغل على المنصة لو انت عندك اي حاجة سيبها لي في الكومنتات مهم جدا ان انت تدوس لك الفيديو لو انت تتفرج لحد دلوقتي اشترك يا صاحبي في القناة ده هيساعدنا ان احنا نطلع اكتر وننظر اكتر للناس. بس كده لو عندك اي حاجة سيبها لي في الكومنتات واشوفك في فيديو دمي سلام 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 ترجمة نانسي قنقر